ساعة تمانية صباحا ودام عادنا مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع لمية حمدينة فلضة ليلة شكرا لك أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تدعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيالة وخلال طلقه اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي شدد الرئيس السيسي على أن مصر لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبول والوسائل متقدما بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا من أشقاء ليبيا من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومة وشعبا للمساندة المصرية الصادقة مثمنا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة أزمتها غير المسبوقة وتوجهات أيضا الرئيس السيسي لتقديم الدعم الفوري للمتضررين هذا وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية أن جماعا زلزال في المغرب والعصار في ليبيا هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع بعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنسانية من أطقم إغاثة ومعدة إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنصيق مع الأجهزة والمؤسسة الليبية والمغربية كما أعلن الحداد ثلاثة أيام تضامنا مع الأشقاء في ليبيا والمغرب تنفيذنا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى دولة ليبيا شقيقة وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنصيق بشأن تقديم صبر الدعم وأوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاقلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التدعيات المترتبة على الإعصار يأتي ذلك فيما تؤكد القوات المسلحة على تسخير كافة إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة وتتقدم بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين أكدت وزارة الخارجية متابعة الأثار المترتبة على الإعصار دانيال والذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين وأعلنت الوزارة فتح خط ساخن للتواصل مع القنصرية المصرية في بني غازي والتي تقوم بالتنصيق مع الجالب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة والحصول أيضا على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم وذلك في ظل انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق كما أعربت الخارجية عن خلص العزاء والمواساء إلى أسر الضحايا وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عملية البحث والإنقاذ عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسة خصوصية مغلقة بمقر الأكاديميات الوطنية للتدريب في الشيخ زايد نقشت الجلسة المقترحات الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي والتي سبقا عقادوها بالجلسات النقاشية العامة وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع إلى رئيس الجمهورية أشر رئيس الأوكراني بلوديمير زلنسكي إلى أن الأمم المتحدة لا ترغب في الضغط على روسيا مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تهتم بالعلاقات الاقتصادية أكثر من اهتمامها بالقيم وقال زلنسكي إن العالم متحد في الأمم المتحدة لكنه غير متحد في بعض القرارات المتعلقة بممارسة المزيد من الضغوط القوية على روسيا منتقدا دول الاتحاد الأوروبي التي يزعم أنها تساعد روسيا للتحايل على العقوبات من أجل حل قضاياها الاقتصادية أو الطاقة الرخيصة استقبل الرئيس الروسي فلادمير بوتين أزعيم الكوري الشمالي صباح اليوم كيم جونغ أون في قاعدة فوستيني الفضائية وأحدث موقع إطلاق للصواريخ الفضائية في روسيا وكان الرئيس الكوري الشمالي قد وصل بالقطار المضرع إلى بلدة خاسانة الحدودية مع روسيا مؤكدا أن تلك الزيارة التي تعاد الأولى منذ أربع سنوات تمثل استعراضا واضحا للأهمية الاستراتيجية بين البلدين ندد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بالجدل الدائر حول العلاقات بين باريس والرباط بعدما امتنع المغرب عن قبول مساعدات عرضتها عليه فرنسا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة مراكش الأسبوع الماضي هذا وأعلن المغرب قبوله دعما من أربع دول وهي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات لكنه لم يطلب المساعدة من فرنسا مما أثار على الفور العديد من التساؤلات هذا وأعلنت باريس تقديم مساعدة بقيمة 5 ملايين يورو لمنظمات غير حكومية موجودة على الأرض في المغرب وتساهم في جهود الإغاثة رياديا خسر المنتخب الوطني لكرة القدم أمام مناظره منتخب تونس بنتيجة هدف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما على ستد الدفاع الجوي وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023 وتعد هذه الخسارة الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة مديره الفني الفستغالي فيتوريا منذ توليه مسؤولية تدريب الفراعنة حيث لعب المنتخب مع فيتوريا تسع مباريات حقق الفوز في ثماني لقاءات وخسر في مواجهته أمام تونس لأول مرة مشاهدين انتهى مواجهة الثامنة ونعود لاستكمال باقي فجرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر